وإلى فرنسا حيث قالت وسائل أعلام فرنسية أن الحكومة تتجه إلى إقرار فرض حضر تجوالا شامل من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المقرر أن يعلن تلك الإجراءات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في إطار تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد لا سيبة مع انتشار السلالة البريطانية التي تنتقل بوتيرة عالية وللمزيد من متابعة حول أخر مستجدات فيروس كورونا من فرنسا ينضم إلينا مراسل الأكسترانيوز من مارسيليا خالد شقير أحبك خالد بداية إذن آخر مسجدات فيروس كورونا لديك خاصة بأن هناك اجتماعات اليوم للحكومة ومؤتمر صحفي منتظر لرئيس الوزراء الفرنسي على ما يبدو لفرض مزيد من الإجراءات لو تطلعنا عليها خالد لو سمحت تحياتي للاس ليكي ولكل السادة المشاهدين بعد قليل للاس يلتقي جون كاستاكس رئيس الوزراء الفرنسي ومعه ستة من وزرائه في مؤتمر صحفي لتم الإعلان عن الإجراءات الفرنسية الجديدة لمتابعة فيروس كورونا وما يسبب من مشاكل للحكومة الفرنسية بالتأكيد يوم الأمس كان هناك لقاء عاصف لرئيس الوزراء الفرنسي جون كاستاكس حاول من خلاله الرد على المعارضة الفرنسية والانتقادات التي قد نالته بسبب موضوع التطعيمات إلا أن المجلس العلمي في فرنسا ومن خلال توصياته يتأكد لنا للاس بأنه لن تكون في هذه المرحلة في هذا التوقيت حيث أحدثك من المتوقع أن يتم الدخول في حظر تيجويل مبكر كما هو الحال في بعض المقاطعات ولكن في هذه المرة سيكون على مستوى الطراب الفرنسي الجميع يتحدث عن هذا وأيضا هذه الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي يترطب عليها هذا القرار ولهذا حارص جون كاستاكس على وجود وزير الصحة ووزير التعليم جون ميشيل بلانكي ووزير الصحة وليبي إفيران ووزير الاقتصاد برونو ليمير وأيضا وزيرة البحث العلمي والتعليم العالي وأيضا وزيرة الثقافة ووزيرة العمل هناك كثير من المشاكل تحدث هنا داخل المجتمع الفرنسي نتيجة لغلق المتاحف مثلا ودور السينما والمسارح وأيضا غلق المطاعم والفنادق وكثير من المشاكل في العمل ولهذا أعتقد أن الحكومة الفرنسية اليوم ومن خلال جون كاستاكس كما أكد هذا كل المحللين السياسيين في قناة بفم تي في وغيرها من القنوات الفرنسية لطرحي الاستراتيجية الجديدة التي من خلالها ستحاول الحكومة الفرنسية الحفاظ على هذه الأعداد الغير عالية فيما يخص فرنسا بالنسبة قبل الدخول في حظر التجوال كان الأعداد متوسطها من 20 إلى 30 ألف اليوم متوسط الأعداد من 15 ألف لـ 18 ألف فرنسي في آخر 24 ساعة أشكرك شوك شكرا جزيلا أن مراسل إكسرا نيوز خالد شقير حدثنا من فرنسا على كل هذه المعلومات